كهربا نفسه أنا ريس كتب أكلم من شوية فاكيت إنه الاسمي بتاعه في كثير من المشاكل لازم يساعد نفسه كهربا بقاله فترة ما بيلعبش وبعدين أنا عشان وكن أمير يعرف الكلام ده أنا مش هطالب إنه نلعب وأنا مش قادر يعني فيه لقاب عايز يلعب يلعب وأنا مش قادر هل أنا أحسن من اللي موجود؟ لازم أنت تبع عارفها من جواك أنت يعني كان الناس الكبار كانت تنحسن الحمد للناس يقول لك إيه خليك أنت ترمومتري نفسك يعني أنا كانت فيه مدشاط في الأهلي أبقى لعبة وحش جداً وصحابي أنت كويس بس أنا مش راضي عن نفسي زي ما تبقى مصحابي يقول لك خليك أنت دكتور نفسك بس ما تكذبش عن نفسك هل أنا الناس اللي بتاعب دلوقتي وسمى أبو علي طهر لعب في رويد جاب جنين هل لنا لقى حق أن أنا بعد كده أطالب أن ألعب أساسي؟ على أفقود الناس دي؟ طب أنا أنت 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 عطاراتك أرابة أن طهر لعب الراجل جاب جنين يبقى ناجح لو مش ناجح بس خلاص يعني ممكن لو لم يوفق ساعتك وتقول بقى المداريو دا مش فاهم حاجة جاء مثلا حف المنتهب مثلا وأمير مثلا بلعب هو الجمعة خلاص ومشين كويس وبيكسبوا كل المرشاط هل تتخني أنا عايز ألعب طب ما بنكسب خلاص والدنيا ماشي كويس هلعب إنت أما يبقى فيه خفاقات هتيجي وقتك ثلاث إنزارات وواحد مصار لو أنت إم تحت الدايق لو أمير مثلا فيه جوال دخلة بسببه ماشي وحش ماشي وحش جدا ومدر المصمم عليه فتحس بالظلم هو ماشي كويس يعني وسام بفنش كويس وطهر أم لاعب لعب كويس فالرجل بالنسباله خلاص هو كل رشايا في الاتنين دون هم المزبين في المرحلة دي ما عملش مشكلة مش تازم ألعب طيب أنا عكب تنميل عايز سألك برضه في الجزادي وكهرباء وغير كهرباء فكرة إنك تبقى لاعب موجود في نادي كبير أهلي أو زمالك وطول الوقت بتعمل دوشة وبتعمل مشاكل وبتعمل أزمات لنفسك أول قبل ما تعمل غيرك ليه دي ما بنتعلمش من اللي قابلينا يعني كهرباء أكيد شاف نمازج كتير قابليه والنمازج دي ما كملتش بصة كريمة انت بتتكلم في كل اللي هيبي بيبعنده ثقافته والكلام اللي انت ممكن بتتكلمه في البرامج الوقت ده يعني انت بتتكلم وتقول اللي فيه أمثلة والكلام مش موجه لكهرباء أنا بكلمك على ممكن على كمية لعبة أنت عاملت معها نحن نسل على كهرباء لا أنا بكلمك عمتا فيه ناس يعني انت ممكن تدي قول لوقتي مثلا بتدي مثال أحمد مثلا كان بيعمل مشاكل وكان لعب جامد وإن لي وإن لي وبطل بسبب المشاكل وحاجة دي الناس دي اللعبة دي ما بتفكرش بالمش فارق معها مين وأمثلة ما حادش بيفكر في كده انت بتفكر أنا النجم وأنا النهاردة اللازم ألعب وما فيش قصة اللي النهاردة بقى مقتنع اللي أحمد أحسن مني فأقعد وأشتغل في التمرين والحاجات دي اللي هي كانت بتحصل زمان دي ما بقتش موجودة الوقتي ما بقتش موجودة الوقتي وخلي بالك مش كهرباء فيه أمثلة كتير يبقى مقتنع اللي هو مش كويس أو مش في الفورمة بتاعته وقولك أنا ما بلعبش لإيه وأنا بشوفها وأنا مضيب وأنا مدرب يعني وأنا مدرب بتجننها ما أنا بقولك وأنا مدرب ألاقوا واحد مثلا قلب بوزو قلب بوزو مثلا لعب كان وحش فللاعب مكانه كان كوي أو واحد مثلا لعب أنا حصلت معي عندي سير دي باك كان بلعب وخد كارت أحمر فالطبيعي في واحد دخل مكانه واللي دخل مكانه بقى كويس وكسبت وركب 3-4 مطشاط طب واللي خطر ده قلب لبوزو فجبته قلت له أنت قلب بوزك ليه قال لسنة يا كابتن كنت بلعب والوقتي ما بقيتش بلعب والتاني كان قاعد طب والتاني كان قاعد وفي الأول وآخر أنت اللي طلعت نفسك من الملعب وهو دخل ومسك في الفرصة أنت فاهم أنت ليه بتفكر في نفسك فللأسف المنتالي أو العقليات الوقت يا كريم تختلف تماما زمان أنت زمان يا كريم في الناشئين أما مدرب بس مدرب كان يبصلك البصة أو بس صوته يعلى أنت كنت بتقف انتباه قصما بالله كان بيحصل وحمد هو والله العقل وإيه أسماء أنت مدربين اللي كانوا بيضربوك في قطاع الناشئين في الزمالك ولا في الأهلي كانت أسماء مجرد بس لو دي حيك تبصلك أنا مرة كابتن عبر رحيم عمد الله يرحمه اتأخرت عن الأوتوبيس خمس دقيق خمس دقيق طلعني بره ونهاء الجمهورية طلعني بره يا باشا الوقت أنت ممكن في الفريق الأول ما تمرنوش ما أنا بقولك فالعقلية والثقافة غير تماما 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 فأنت النهاردة بالنسبة لكهربا هل أنت النهاردة كهربا كم سنة يا كريم الوقت الوقت من المعادة 31 سنة هل أنت النهاردة هتيجي تغير 34 سنة 30 سنة هتيجي تغير خلي بالك كهربا كشخصية طيب جدا واشتغل معنا في الزمالك وخلي بالك برضو يعني جوروسا ما كان تاعه وكبرده كهربا كان في شوية زي ما قلوناه واشو بتاع بس ناو في الشعودية لا بس انت كنت بتاعرف ايه كنترول كنترولهم يعني سيبه اللي هو يخش القوضة مثلا في قوضة الواحده يوعد بتاعه في الآخر يفهمت أنا فين أو أنا ما عملتش حاجة انت فاني بقى لكن انت النهاردة عشان تجي تغير عقلية واحد عنده 30 سنة ولتنه 30 سنة صحب جدا فلازم يبقى فيه طرق تانية أو أساليب تانية يعني مرة كهربا أنا أحكي لك مواقص مرة كهربا دخل كنا بلاعب أربعة كسبنا أربعة واحد كان علي ماهر الماسك كبت علي ماهر الماسك أمبي كسبنا أربعة واحد وكسبنا فكهربا تغير فيه فيه لقطة انت لو تفتكر لما جيري عالدك اتغير او جيري عالدك احنا احنا قد يمتع جيري كله عالدك المهم دخل الأوضة في سبارس بورت في الأوضة وفي أوضة كده يا أحمد اللي هي صغيرة كده أوضة كده الوحدية بتاعت شاي دخل ورح قفل على نفسه وقعد ايه بقى على نفسه سبت وقال طلع رح بايسك الرجل رح بايسه من دماغه لو طلع اللي عنده فرص اه 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 اقسم بالله ورح بايس الرجل طلع اللي عنده قال له باي فزر ومش فزر الرجل حتى بقى وقف كده هو فيه طيب ومش لح اه اعدي وبتاعه مش عارف ولكن انت النهار ده عشان تغير عقلية تعايف انك عاربا الموكف اللي حصل معاه في الامارات نفس القصة كده اه بعد ما قال لهم انا مش هحضر المحاضرة وراح الأوتوبيس واتخنقوا معاه وبتاعه قال لك تلقى الأوتوبيس عياط وسريخ ونرفزة وعصبية واللعبة بتهديه يعني هو هو اللي عمل الاسبأ وهو اللي طلع منفعل جدا بقى بعيض بس خلي بالك وارد وارد انت في التلاتين لعيب التلاتين لعيب مش هتخدهم كلهم استنبى واحدة طلع عفلات مختلفة واللعيبة بصة كريم اسكى ناس في الكصة دي كلها اللعيبة يعني أنا النهاردة لو مدرب واحمد مثلا مزودها او بتاع وانا عمل مش واخب بالي فاللعيبة ممكن ايه يقولك هو عمل واخب باله بتاع لكن احمد لو شخصية اللعيبة كلها مجتمع اللي احمد مثلا ايه عنده مشاكل يعني عارف اللي هو ايه مش عايز اقول مش طبيعي بس يعني هو ده خلاص هو ده سلوكه انفعالي انفعالي فانت النهاردة كمدرب ازاي تعرف تتعامل وفي نفس الوقت اللعيبة ما ببقاش عندها مشكلة اللي هم عارفين اللي الشخصية دي غير التلاتين لعيب فانت النهاردة التلاتين لعيب اللي هبقوا معاك في القايمة مش هبقوا كلهم لازم يبقى واحد او اتنين يطلع يبقى هنفهم الدنيا دنيا مطلع بس هو لازم يغير من نفسه طبعا برضو خليبك اللي بيفرق اللي هبقى عن اللعيب انت الانفعالات بتاعتك وقت ما تكون انت مدائي معا كلنا اكيد من اي حد يبقى دي احتاطي يبقى من مدائي طبعا لازم انت انت تتحكم في انفعالاتك دي بتفرق ما بين اللعيب الزكي يعني ابو تريكا كان زكي جدا بيتحكم في انفعالاتك كتير وغزي يعني قال لك قال لنا مرة كان يا مكان بين الشرطين كان عندنا لعيب كويس اسمه ابو تريكا قال لنا كده قال لنا كده بالضبط يعني المترجم ترجمها كده نزل بين الشرط التاني جاب جنيه كنا بلعب لإسماعيلي في قلب النهائي الكاس فهو بيعرف يتحكم في انفعالاته ولا بقى عادي زعق هو راجل قال له كلمتين رفع الشراب وبتاعه نزل بيعرف يتحكم مكان بيتشتم بيعرف يتعلم مع الناس ازاي في ناس تانية تتشتم توقع تردع الجماهير هو انت يا كهرباء انت مش صغير هل انت قادر ولا مش قادر هل انت مهيئ تلعب على وسام أبو علي وعلى الناس الموجودة ولا مش مهيئ دي بتفرق ولو مش مهيئ اشتغل اشتغل عن نفسك وبعدين يمكن أمير بردو ميسك مدير فني وعارف الكصة دي كويس أسوأ حاجة في الدين للمدرب اللعاب اللي بحطه عطه ضغط ده وكل شوية عايز ألعب عايز ألعب المدرب بحطك بيعرف لوه بتلككلك لك لو واحد عايز ألعب عايز ألعب هيلازله هيقضي يقوله بسيط مش عارف كرة عملتها طب انت رحت مش عارف العمل ليه انت ضغطه انت بالعكس انت طول ما انت بتكسب المدرب خليها تعطف معك انا بعمل ايه عطمرا كويس وحصل حصل لي الموقف ده جزيعة سنة مرة ملعبنيش نزلت تلعب بلعب مع الناشئين وقالعب وبيوصل له تقارير من كابتن زيزو ان احمد بيرعب كويس عادش مشاكل فرقت السنة ما عملتش مشاكل وكرت باب مرة جي السنة اللي بعدها لعبني كلها اساسي